انابت صاحبة السمو الملكي اشهدت سمو الشيخ زين بن خالد الخليفة حرم سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء اشهدت بما يليه دار المنار لرعاية الوالدين من اهتمام ورعاية بفئة المسنين عبر جهود واضحة وملموسة في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من منطلق ديني وانساني يحتم الترابط والتأخي ونشر ثقافة روح الاسرة الواحدة ومن منطلق وطني يساوي بين جميع فئات المجتمع وفقا للمبادئ التي كفلها دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني واكدت سموها على ريادة مملكة البحرين في مجال رعاية كبار السن وبالاخص فيما يتعلق بتخصيص اندية ودور الوالدين النهارية للمسنين في جميع المحافظات مشيدة بما توليه كل من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص الى جانب الاطراف المكملة لعملية التنمية المستدامة في تبني مبادرات بناء منشآت ومرافق تخدم فئة المسنين هذا وقامت سمو الشيخ زين بنت خالد الخليفة بتكريم عدد من الجهات التي قدمت الدعم للدار مذ نشأته في عام الفين وساندت اعماله باستمرار مما كان له بالغ الاثر في تقديم خدمات متميزة للمسنين وتطوير برامج التأهيل المناسبة وتحقيق الاستفادة منهم حسب قدراتهم وميولهم كما اطلعت سموها في جولة بالمعرض على ابرز نشاطات الدار خلال خمسة عشر عاما على تأسيسه وكان الاحتفال قد شهد القاء كلمة ترحبية لعضو مجلس الادارة السيدة عائشة المرزوغي تضمنت الشكر والعرفان لصاحبة السمو الملكي الامير السبيكة بنت ابراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاعلى للمرأة الرئيسة الفخرية لدار المنار لرعاية الوالدين على دعمها اللامحدود ومساندتها لكافة اعمال الدار ورعاية سموها لمشارعه طوال السنوات الماضية لتقدم نموذجا بحرينيا راقيا للتكافل بين مكونات المجتمع هذا واعلن مجلس ادارة دار المنار لرعاية الوالدين ان هذا الاحتفال سيكون سنويا عرفانا بدور صاحبة السمو الملكي الامير سبيكة بنت ابراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى واصحاب الاياد البيضاء من الداعمين وسيتضمن معرضا مصاحبا يشتمل على منتجات المسنين المبدعين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة